مدينة أفلاطون الفاضلة كانت حاضرة وبقوة في كل خطابات رئيس الاتحادية وقد حملنا على بساط إلى السماء السابع لنسبح في أحلامنا بغد أفضل لكورتنا بالكلام ولا شيء غير الكلام بين القول والفعل فارق كبير والبعد بينهما كبعد السماء عن الأرض وحتى نفرق بين المتمرس والمتهور من المسيرين يكفي النظر إلى مشروع القرن بتأنن والحكم على مراكز تكوين الفاف لللاعبين بعقلانية بعيدا عن الخطاب الشعبوي الذي لم يزد الكرسي وتعفونا وترجعا نتفق مع خير الدين زاتي بأن التكوين هو فعلا الحل ضمان منتوج بمواصفات عالمية من اللاعبين غير أن الترويج لنظرية المؤامرة ولف الخطاب بالعداء للجزائر لتمرير المشاريع هو المغالطة التي يستغبي بها زاتي الجزائريين وما يرفض رئيس الفاف قوله بأن التكوين من مهام النوادي وبناء المراكز من أولوية الدولة وتواجد الاتحادية في هذه المعادلة يقتصر على المتابعة والمرافقة في إطار مشروع واضح النقاط والأهداف ومن الغريب بل من العيب على خليفة رورا والسيرة في نهج إرساء سياسة رأي أحادي قد يحتمل الخطأ وتخوين كل الأصوات الحاملة لأعراء تحف فمن دعا اليوم إلى تجميد مرشور الفندق هو نفسه الذي رفع يديه بالأمس مؤيدا ومزكيا والفارق في التحول كرس الرئاس الذي أصاب زاتي بداية جنون العظمة ولم يغير التغيير من حقيقة أعضاء معتزين بالخضوع والرضوخ وجب على زاتشي وهو يروغ عند كل جواب القول أن عملية حسابية بسيطة تثبت بأن بناء أربعة مراكز بأكثر من مئة مليار للمركز الواحد هو مشروع إفلاس المبرمج للاتحادية العالمية وحين يتبنى الرأي العام نفس نظرية المؤامرة والتخوين سيتساءل عما إذا كانت التوسع لأكاديمية نادي بارادو بأموال وإمكانات الاتحادية تندرج كذلك في هذا النهج الخطير من السهل بيع الوهم فهو دون مقابل والعبرة في النهاية بالخواتيم والوقت وحده كفيل بتحديد موعد السقوط من السماء السابعة حينها تكون كرتنا قد ماتت ودفلت ماتت ودفلت بعد هذا الذي يتعليق فقط مع ترق عرامة